اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من نمو متواصل قائم على رؤى مشتركة عززت من مجالات التعاون والتنسيق على كافة الأصعد المختلفة مشيدا سمو بما تحقق من منجزات للبلدين والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون بما يلب التطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم في مقر إقامته في العاصمة اليابانية توكيو صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص للسمو ولي العهد حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل توطيد العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه عرب صاحب السمو الملكي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة اشتركوا في القناة